أحسن الله إليكم مباركة فيكم تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ ما حكم من يحفظ صورا من القرآن الكريم ثم ينساها وقد حاول مرارا في الحق ولكنه ينسى ما إرشادكم له وهل يأتم إذا كان النسيان بتقصيرا منه وإهمال منه فهذا أمر لا ينبغي له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن واستذكاره لأنه أشد تفلتا من الإذن في عقولها أما إذا كان النسيان من غير تذيط منه وإنما هو نتيجة لضعف الذاكرة أو لمرض أصابه لذاكرته فإنه لا يتم بذلك نعم